يقول الشيخ أحمد الحواش وكنت في أبها في الجنوب قبل أربع سابيع تقريبا أو ثلاثة يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها ثم صلت المغرب بعد صلاة المغرب انتقض وضوها فقالت الأمها بروح أتوضى وصلي قالت أمها أنت مجنونة يوم زواجك تروحين تخربين المكياج اللي فيه قالت يومها بروح أصلي قالت لا والله ما تروحين الآن يوم زواجك طبعا زواج بيقعدين الساعة واحدة وثنتين بيطلع أصلا وقت صلاة العشاء قالت والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين هالعالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج الطائح ثم أعجبهم وما همك أني ما أعجب رب العالمين وأغضبه لا والله ربي ينظر لقلبي والله لا أصلي ترى بزعل عليك قالت والله يا أمي لا أطيعك في معصية رب العالمين ووالله لا أقدم أحد عليه وراحت قدام أمها وأمها زعلانة وقعدت تتوضى وانسك بالمكياج وغسلت وتوضت ثم جاءت وفرشت سجادتها وصلت فوالله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا فوالله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يوم قدمت رب العالمين قدمها وختم لها وهي في أقرب موضع منه أقرب ما يكون العد لله وهو ساجد في هذه السنة في الجميع ترجمة نانسي قنقر